السلام عليكم كديري اللبس عليكم كانت منى يلقاكم الفيديو بصحة جيدة الوصفة اليوم ان شاء الله هو كاك بنكهة البرتقال ومغلف وضع طبقة الفلون البرتقال كي يأتي لديد ومنعش وهذه هي الوقتة ديال الليمون فاني مالا نحضره به كيكا مونعشة كيفما هذي كانت منى الفيديو ديال اليوم اينا الاعجابكم وتشربوا هاد الوصفة ركتجي بنينة بساب وحتى الكاك يجي لديد ورطيت طبخ خفيف لا تنسوا مش متشي عدي لكم والبغتاج واللي داز من هنا يا لأول مرة اضغط على زر تابوني ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد ان شاء الله واندوزوا دابا لطريقة التحضير بإذن الله على بركة سيد الله كنناخد واحد البول كندرو في قبزة ملح كالعادة وكنضيفور بعدي البيضات نسوما على حسب المول اللي عندكم انا عندي هنا المول ديالي شوية كبير درس ربعات البيضات ممكن تديره غير ثلاثة لكن عندكم داك المول ديال الكيك العادي osحب الرغم سادي سادي بانيلا ونزيد معلقة صغيرة زيس ديال الليمون او البرتقال صافي هنا غدي نخلط جميل على ستة ينسج مليم بزيان ومن بعد غدي نطيف كاس ديال الزيت ونضيف كاس ديال البرتقال مباشرة سنزيد الدقيق والخميرة الكيموية هنا ستعمل ثلاثة الكيسان ونصف والخميرة الكيموية درت جوج ديال السطاشيات من فئة 11 كرام يعني مجموعة 22 كرام منسبة للدقيق ما زال أنا غدي نزيد المهم أنا درت مبدئيا ثلاثة الكيسان ونصف حيث الكيك اللي بغيت أنا بغيت يكون خفيف ما يكونش تقيد ما شيف حال كيك اللي كنديرو عادة صافي هنا درت ندفع الأولى ديال الدقيق اللي اللي غربلت طبيعة الحال وغدي نخلط وغدي نشوف هنا كيبالي يابن الخلط ما نزل سائل بزاف خسني نزيد الدقيق هنا زيت واحد الكاس اللاروب ديال الدقيق وغادي نخلط صافي وهذا هو القوام اللي كان اللي أنا بغيت كما كتلكم هاد الكيك اللي بغيت ما بغيتوش يكون سقيل لأنا غا تكون ديال طبقة ديال الفلون باش ملي تسهب طيب هكا بمعلقة ولا بالفرشات كيكونوا قوام واحد كي الفلون كي الكيك يكونوا رطاية طبعا خفاف صافي هنا غادي نخلط الخالي ديالي في واحد المول اللي هو مدهون بززبطه مرشوش بالدقيق مسبقا والفران بطبيعة الحال مسخن على درجة 180 إلى 180 لحسب لاحظة بالفرن ديالكم عندي الفرن شوية سخون ملي وسبعين صافي هنا غادي ندخله وشعلت عليه غير من تحت ونخلي الكيك ديالي يطيب على خاطره ملي كي طيب الكيك نديره على واحد الكيك ديالي يبرد شوية عادة كي ندوس كنصوب طبقة الفلون ديال هنا نستطر لي العصر الليمون هنا ستعمل هنا ليمون طبيعي عصر طبيعي بس تديرو ديالي بوات ديرو لكن الأحسن نديروه طبيعي وستعليه الساشي ديال الفلون اللي كتدخل فيه نستطر لي الحليب يعني اي فلون عندكم ديرو استعمله ودرت جوج معالق كبار ديال ما يزينه وهنا ضبت السكر بلسط المعالق كبار وانتما لحسب الضوء ديالكم على حسب الضوء ديالكم على حسب العصر واش حامض هنا غادي نضوء رهجاني بازل خاصه حلاوة غادي نزيد واحد جوج معالق ديال السكر عصر الليمون قبل ما تخلطه مع هاد المكونات كامل نصفايوه حيدو منو هادك لابل ديالتو هنا غادي ندوز اخوة الخالط في حسب الكاسرونة ودرتو فوق العافية نخلط بدون يتوقف حتى يخسر يدك الخارج سوف نحبس نجيب المول سفينة الكاك نخلط الخارج سوف نفتح المول نجيب المول نبقى الجدد نجيب الكاك يجب أن يكون خفيفاً كثيراً سوف نعود المول سوف نورق عليه حتى يبليل خالط سوف نقوم بطلع سوف نغلب المول وشوية الشوكولة وصلنا لنهاية الفيديو اشتركوا في القناة والسلام عليكم